اوقف فريق النجم انتصارات الرفاع الشرقي بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستادي مدينة خليفة رياضية ضمن الجولة الرابعة لدوري ناصر بن حمد المتاز لكرة القدم الرفاع الشرقي تقدم اولا عبر احمد كوري في الدقيقة الثانية عشرة وعادل النجم النتيجة بهدف محمد الرميحي في الدقيقة الحادية والعشرين قبل ان يضيف البرزيلي جونيور داكوستا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثمانين وبهذا الفوز تصدر النجم الترتيب العام مؤقتا برصيد عشر نقاط فيما تراجع رفاع الشرقي الى المركز الثاني بعد ان تلقى الخسارة الاولى في المسابقة وتوقف رصيده عند تسعي نقاط اجرى رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المدرسية جولة تفقدية للمشاءة والمرافق الرياضية بالجامعة الامريكية بالبحرين والتي ستحتضن مسابقات الشطرنج والجنباز الفني والجنباز الاقاعية ضمن منافسات دورة الالعاب الدولية للرياضات المدرسية والمزمع قامتها في شهر اكتوبر من العام المقبل وطلع رئيس الاتحاد الدولي على شرح مفصل على المرافق والتسهيلات التي ستتواجد بالجامعة وذلك خلال الزيارة التي اجريت على هامش المؤتمر الصحفية الذي عقدته اللجنة التنفيذية لدورة الالعاب المدرسية الدولية للإعلان عن بدء العد التنازلي لاستضافة مملكة البحرين لأكبر دورة للالعاب المدرسية في التاريخ حققات مملكة البحرين كأس بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام والتي يقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ناب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمشاركة 124 لاعبا من دول الخليج العربية وتوجت مملكة البحرين بلقب البطولة في نسختها الأولى بعد أن جامعت 11 وتسعين نقطة بحصيلة ميدالية ملونة بلغت 29 ميدالية منها 12 ذهبية و7 فضيات و10 برونزيات فيما جاءت الإمارات وصيفة بالمركز الثاني ثم المملكة العربية السعودية الشغيقة في المركز الثالث أحرز منتخبنا الوطني للملاكمة بدورة الألعاب القتالية العالمية التي تحتضنها الرياضة حتى 30 من الشهر الجارية أحرز خمس ميداليات ملونة بينها ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية حيث حصدت الميداليات الذهبية كل من مريم خميس بوزن 54 كيلو جرام واللعب عزة محمدوفة بوزن 21 كيلو جرام بالإضافة إلى نيس لبرتوفة في وزن 92 كيلو جرام فما فوق فيما أحرز الميدالية الفضية الشيخ تركي بن حمر الخليفة في وزن 71 كيلو جرام بينما حصد اللاعب علي السد على الميدالية البرونزية في وزن 80 كيلو جرام